طالما لحد الآن لا يوجد شيئا رسميا من هي الكتلة الأكبر إذن ما هو الحق الذي بموجبه كتلة البناء تقدم مرشحها عن غيرهم وهل الرئيس العراقي ملزم بترشيح رئيس بديل وفق المادة 81 من الكتلة الأكبر تحديدا أم هو حرف خياراته لا هو الآن أنا بصراحة وأتمنى أصحاب القانون يوضحون الكتلة الأكبر كان حديثها في يوم تنصيب عادل عبد مهدي بعد أقالته أو خروجه من السلطة بعد لا مبرر لوجود الكتلة الأكبر لأنه ليس بداية بدأنا لتشكيل حكومة هذا وعدة يعني في اليوم الأول الجلسة الأولى للبرلمان تحدد الكتلة الأكبر هو ورد له كتابان كتاب من نفس مجلس النواب أحدهم يقول الكتلة الأكبر البناء والكتاب الثاني يقول الكتلة الأكبر الإصلاح أو ساعرون هو وقضع الأمر بين خيارين الأمر الآخر هو ينظر أيضا إلى الشارع وبالصراحة اليوم عندما نكون عاجزين على اختيار مرشح غير جدلي هذا النقطة وأن نتعمد بالإتيان بشخصية جدلية إنما نريد حقيقة أن نتجاهل الشارع ونتحايل على مطلب المرجعية الدينية ترجمة نانسي قنقر